إذن كما تابعنا مشاهدين منذ قليل وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح سيسي ليشهد احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف والتي تنظمها وزارة الأوقاف وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي بأن سيادة الرئيس سيقرم خلال الاحتفالية عددا من علماء الدين وتقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والمسلمين حول العالم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف كما دعا بيان للأزهر الشريف جموع المسلمين إلى الاقتداء بأخلاق نبي الرحمة وأن يستنوا بسننه وهديه في معاملاته سواء مع أتباعه والمؤمنين برسالته أو مخالفيه وغير المؤمنين به حيث لم يسخر من معتقداتهم ولم يسلط عليهم من يؤذيهم قولا أو فعلا كما كان يرد الأمانات إلى أهلها ولو كانوا من غير المسلمين اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كل سنة أنتوا طيبين جميعا تفضلوا السريعة السيد الرئيس الحضور الكرام كلما أشرق علينا هلال شهر ربيع الأول يذكرنا بميلاد أطهر من مشى على الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العالمين وسيد المرسلين أول شافع ومشفع صاحب المقام الأرفع رحمة الله إلى الدنيا ونور الله إلى العالمين فالاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم من تمام المحبة وكمالها وعظيم الرتبة وارتفاعها ونحن إذ نحتفل بميلاد خير الخلق فنحن نحتفل به في إطار قوله تعالى وذكرهم بأيام الله فالأيام ظرف للأحداث الأيام أو الزمن يشرف بالحدث الذي وقع فيه كالبعثة يوم الهجرة يوم النصر وكلها فرع عن يوم الميلاد إذن فيوم الميلاد أصل تتفرع عنه سائر الأيام فالاحتفال بذكر ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو تعبير عن الحب والفرح بميلاده وذلك أن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أصل من أصول الإيمان وهي مقرونة بحب الله تعالى فالاحتفال بنبي الله يكون بطاعته والدفاع عنه وعن سنته وذلك لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ويقول تعالى أيضاً وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فإن الاحتفال الحقيقي يكون بنصرته واتباع نهجه ونصرة سنته صلى الله عليه وسلم ذلك بتصديقه فيما أخبر وبيان شمائله وفضله وكذلك بمعرفة سنته وتطبيقها في جميع شؤون حياتنا إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وخير ما نستهل به حفلنا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ هاني الحسيني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتوقروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم موسيقى 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 ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم إن القراءة العصرية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقها تطبيقا عمليا صحيحا أصبحت ضرورة ملحة في ظل ما نعيشه من أحداث تتطلب منا التمسك بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق مقاصد الإسلام السمحة فما أحوجنا إلى التحلي بأخلاق نبي الرحمة في وقتنا الراهن في ظل انتشار طيارات وجماعات التطرف والإرهاب التي لا تمت للدين بصلى ولا تعرف شيئا عن مبادئه وقيمه السمحة إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يمدنا بمزيد من الأمل والنور والبشر لتشد على أيدينا وسواعدنا كي تتوحد كلمتنا ونطلق مساعينا نحو البناء والعمران رغبة في استعادة الروح المحبة للحياة والمقبلة عليها في مواجهة جماعات التخريب والضمار كلمة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحمد لله عبد العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العابية معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الأزعاء فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الحضور الكريم يطيب لي أن أهني أحضاراتكم جميعا بذكرى المولد النبوي الشريف سائلا الله عز وجل أن يعيده علينا وعليكم وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبعكات لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي علقت من حبه حبلا أعز به في يوم لا عز بالأنساب واللحم محمد صفوة الباري ورحمته محمد صفوة الباري ورحمته وسيد الخلق من عرب ومن عجم يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد حديثك الشهد عند الذائق الفهمي مديحنا فيك حب صادق وهوى مديحنا فيك حب صادق وهوى وصادق الحب يملي صادق الكلم البدر دونك البدر دونك في عز وفي شرف والبحر دونك في فضل وفي قام والله ما حملت أنسى ولا وضعت والله ما حملت أنسى ولا وضعت أبر وأوفى زمة من محمدي وما في بقاع الأرض حياً وميتاً ولا بين أرض والسماء كمحمدي صلوا عليه وسلموا تسليمها وبعد فقد بعص الله عز وجل نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم ليتمم مكايم الأخلاق وبما أن التاجمة الحقيقية لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في اتباع سنته وحسن الاقتداء به فلنضرب أنموزجاً بواحد من مكايم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وهو خلق الوفاء وأد الجميل فحين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف داعياً ولقي من أهل الطائف أشد مما لقي من أهل مكة عاد إلى مكة مرة أخرى فدخلها في جوار أي في أمان عجل مشرك هو المطعم ابن عدي فلما كان يوم مبدع وكلم بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم في إطلاق الأسعى فقال صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حي فكلمني فيهم لأطلقتهم له أي لأطلقت صراح الأسعى إكراماً له وعداً لجميله يوم أن دخلته مكة في جواره وكان صلى الله عليه وسلم يقول عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه إن أمن الناس من الذي يقول سيدنا رسول الله إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه بها ما خل أبا بكر فإن له عندنا يدًا الله عز وجل يكافئه بها يوم القيامة ويقول صلى الله عليه وسلم من أزدى إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه ويقول صلى الله عليه وسلم من أزدى إليه معروف فليزكعه فمن ذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفعه أي جحده ولم يؤد حقاً ونحن يا سيادة الرئيس لم ننسى ولن ننسى يوم أن وقفت موقفاً وطنياً وطنياً عظيماً مشهوداً في وقت عصيب جد عصيب وقلت إن الرصاصة الذي يوجه إلى صدور المصريين سنتلقاه نحن بصدورنا وقلت إنه لا يمكن لأحد أن يعوّع المصريين ونحن على قيد الحياة والحمد لله قد أعانك الله عز وجل ووفيت وكأنك سيادة الرئيس يوم أن قلت هذا القول منعناه المتنبي بقوله وقفت وقفت وما في الموت شك لواقف وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الرضا وهو نائم سيادة الرئيس لا نقول لك كما قالت بنو إصائيل لسيدنا موسى عليه السلام اذهب أن توابك فقاتلاً إنها هنا قاعدون لكن نقول نحن بإذن الله معك عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك مقاتلون وإن هذه النخبة المخلصة من علماء الأزهر والأوقاف مع سيادتك في معاكة بناء الوعي وبناء الوطن وعلى الجبهة متى لزم الأمر لأن شأن الوطن عظيم يقول شوقه لنا وطن الوطن نعمة الوطن تاج على رؤوس الوطنيين الشعفاء ولا يعرف معنى فقد الوطن إلا من فقده لأن المشردين لا يقيمون ديناً ولا دولة المشردون لا يقيمون لا ديناً ولا دولة والعصابات المسلحة أحد أهم وسائل حروب الجيل الرابع لهدم الدول فالحمد لله أن جعل لنا وطناً آمناً لنا وطن بأنفسنا نقيه وبالدنيا العريدة نفتديه إذا ما سالت الأرواح فيه بزلناها كأن لم نعطي شيئاً نقوم على البناية ما حيينا ونعهد بالتمام إلى بنينا وفيك نموت مصر كما حيينا ويبقى وجهك المفدي حياً ويقول أحمد محرم ليس الكريم بمن يرى أوطانه ليس الكريم بمن يرى أوطانه نهب العوادي ثم لا يحميها وتود جاهدة به دفع الأذى عن نفسها وهو الذي يؤذيها يا آل مصر يا آل مصر وما يوفي حقها إلا فتن يكفي الذي يعنيها هي أمكم لا كان من أبنائها لا كان من أبنائها من لا يواسيها ولا يعضيها وإذا كان ديننا قد علمنا أن نزق الفضل لأهل الفضل فإنني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين بالأوقاف نزق لسيادتكم سيادة الرئيس مواقفكم النبيلة التي تزقع فتشكر كما نشق لسيادتكم اهتمامكم البالغ بتحسين الأحوال العلمية والمادية للأئمة حيث وجهتم في عام 2015 بزيادة قضوها ألف جنيه في بدل صعود المنبر لجميع الأئمة ثم وجهتم العام الماضي بزيادة أخرى قضوها ستمائة جنيه لحملة الليسانس وثمانمائة لحملة الماجستير وألف جنيه لحملة الدكتوراه مع توفير الزي الأزهري لجميع الأئمة وتشجيعاً على البحث العلمي وصقر مواهب الأئمة علمياً وجهتم سيادة الرئيس هذا العام بصرف مكافأة تمييز علمي لكل من حصل أو يحصل على ضاجة الماجستير أو الدكتوراه ودفعاً لمزيد من التمييز وعدم التوقف في العلم عند حد معين وجهتم سياداتكم بأن تتكرر المكافأة كل ما حصل الإمام أو غيره من العاملين بالأوقاف على ضاجة علمية جديدة تشجيعاً للأئمة وزملائهم على الحصول على أكثر من ضاجة علمية في تخصصات مختلفة توسيعاً لمداركهم العلمية وقد أصدر معالي رئيس مجلس الوزراء القرارة التنفيذية لذلك بصرف مكافأة تمييز علمي قضوها 500 جنيه شهرياً للحاصلين على الدكتوراه و300 للحاصلين على الماجستير و100 جنيه للحاصلين على دبلوم الدراسات العليا وعلى أن يطبق ذلك من 1 يناير المقبل 21 بإذن الله تعالى وختاماً وتشجيعاً للأئمة والعملين بالأوقاف على البحث والتمييز العلمي وفق ما وجهتم سياداتكم أعلن في وزارة الأوقاف عن توفير ألف منحة ماجستير مجانية تمول من الموارد الزاتية للوزارة للجادين من العاملين بالأوقاف في مواصلة البحث العلمي وأعلن عام 2021 بوزارة الأوقاف المصرية عاماً للتسقيف والوعي إيماناً منا بأهمية قضية الوعي التي تعني الإضراك والفهم للصوات الكلية ومفعداتها الجزئية بما يعني فهم التحديات العامة وتحديات كل قضية جزئية على حدة سبيلنا في ذلك الجد ثم الجد والعمل ثم العمل موقنين كل اليقين أن العالم لن يُقَدَّ ديننا موقنين كل اليقين أن العالم لن يُقَدَّ ديننا حق التقدير إِلَّا إِذَا أَحْسَنَّا نَحْنُ فَهْمَ دِينِنَا بين موتٍ أو حياةٍ فإن رمتم نعيم الدهر فشقوا فإن رمتم نعيم الدهر فشقوا فإن رمتم نعيم الدهر فشقوا فلنعمل ثم نعمل ثم نعمل ليحترم العالم ديننا ودنيانا ويُشَرِّفني بهذه المناسبة الكريمة أن أُقدِّم لسيادتكم سيادة الرئيس هدية وزارة الأوقاف المصرية وهي كتاباني من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف هما الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسياء النبوية قراءة عصرية وكل عام وسيادتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة رئيس الحضور الكرام إن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان ميلادًا للرحمة غير المحدودة للإنسانية جمعا فرسالة الإسلام قائمة على الرحمة ولذلك قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم العطرة مليئة بالمواقف والأحداث التي تعلمنا قيماً إنسانيةً راقية تستقيم معها الحياة وتعمر بها الأرض وتتآلف بها النفوس إذا ترجمت إلى واقعٍ عمليٍ في حياتنا وقد أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى ضرورة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً مع كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شكراً 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله تعالى وسلم على صاحب هذه الذكرى العطرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الضاهرين سهادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله ورعاه وسدد خطاه الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فيسعدني أن أتقدم إليكم ولشعب مصر العريق والأمتين العربية والإسلامية ملوكا وحكاما وشعوبا بأطيب التهاني بحلول ذكرى مولد نبي الإنسانية ورسول السلام صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين الحضور الكريم إننا إذ نحتفل اليوم بذكرى مولد محمد صلى الله عليه وسلم فإننا لا نحتفل بمجرد شخص بلغ الغاية في مدارج الأخلاق العليا ومراتب الكمال القصوى وإنما نحتفل في حقيقة الأمر بتجلي الإشراق الإله على الإنسانية جمعا وظهوره في صورة رسالة إلهية ختمت بها جميع الرسالات وكلف بتبليغها للبشرية نبي خاتم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولم يتركها حتى وضعها على محجة الحق والخير والجمال وحذرها من الهوان والمذلة إن هي انحرفت إلى طرق أخرى لا ترجع منها إلا إلى هلاك محقق ودمار مؤكد يقول العرباد بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله أن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك والبيضاء هي شريعته الواضحة السهلة ثم قال ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجس ثم ما لبث هذا الدين أن انتشر انتشار الشمس في مشارق الأرض ومغاربها وكان انتشاره السريع تحقيقا لمعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم فحواها أن هذا الدين سيطوي الكون ويلف الوجود بأسره وكان حديثه عن هذا الأمر حديث الواثق الذي يرى الأحداث من وراء حجب الغيب رأي العين بل يراها بأشد مما تراه العين يقول هذا النبي الكريم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ويقول في رواية ثوبان إن الله تعالى زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وملك أمته دينها وشريعتها ومعقد الإعجاز في هذين الحديثين الشريفين يكمن في أنه صلى الله عليه وسلم كشف لأصحابه ولأعدائه أيضا عن بلوغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار في وقتٍ كانت حدود الإسلام فيه لا تتجاوز حدود جزيرة العرب وكان هذا الوعد في ذلكم الوقت أسبه بحلمٍ مستحيل التحقيق ولولا أنه صلى الله عليه وسلم كان واثقًا من وعده هذا وثوقه من نفسه التي بين جنبي ما غامر بهذا الكلام ولا صدع به في وجه أعداء يتربصون به ويتسقطون هفوةً تصدر منه ليشغب بها على دينه الجديد الذي قلب حياتهم رأسًا على عقب هذا الحديث وأمثاله أيها الحفل الكريم هو ما يبعث في قلوب المسلمين يقيناً لا يهتز بأن بقاء الإسلام وخلوده وطبع اسم نبيه على جبين الزمان أمرٌ تولاه الله بنفسه وأراه لنبيه رأي العين وهو يشاهد مشارق الأرض ومغاربها والأمر كذلك فيما يتعلَّق ببقاء القرآن الكريم وحفظه وخلوده فهو مما تولاه الله وحده ولم يعهد به إلى أحدٍ غيره إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وهكذا نحن المسلمين لا نرتاب لحظةً في أن الإسلام والقرآن ومحمدًا صلى الله عليه وسلم مصابيحُّ إلهيَّةٌ تُضيء على الأرض طريقَ الإنسانية وهي تبحث عن سعادتها في الدنيا والآخرة وأن هذه المصابيح الثلاثة محفوظةٌ بحفظ الله ومشيئته ووعده كما لا نرتاب في دحر المعتدين عليها أيًا كانت أجناسهم وأعراقهم وكيف ما كانت مللهم وعقائدهم وكيف نخافُوا والله يقول لنا يُريدون أن يُطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يُتمَّ نوره ولو كرِه الكافرون وفي آيةٍ أخرى يُريدون ليُطفئوا نور الله بأفواههم والله مُتمُّ نوره ولو كرِه الكافرون وفي آيةٍ ثالثة وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يُسمع من يشاء وما أنت بمُسمعٍ من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرًا وإن من أمةٍ إلا خلا فيها نذير أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو هذا الرسول الذي منَّ الله به على عباده المؤمنين في قوله تعالى لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلُّ عليهم آياته ويُزكيهم ويُعلمُهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مُبين نعم، لو لاه صلى الله عليه وسلم ولولا ما أرسل به من عند الله لبقيت الإنسانية كما كانت قبل بعثته في ظلامٍ دامس وفي ضلالٍ مُبينٍ إلى يوم القيامة ومحمدٌ صلى الله عليه وسلم بنص القرآن هو النور الذي يُبدِّد الله به ظلمات الشكوك والأوهام يقول الله تعالى قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ أي جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ هو محمدٌ صلى الله عليه وسلم وكتابٌ مُبينٌ هو القرآن الكريم وكما سمَّاه الله نورًا سمَّاه سراجًا مُنيرًا وخاطبَهُ به خطابًا مُباشرًا يا أيها النبيُّ إِنَّا أرسلناك شاهدًا ومُبَشِّرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا مُنيرًا ومحمدٌ صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المُرسلة من الله للعالمين أجمع مؤمنهم وكافرهم وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين وكما كان يقول عن نفسه إنما أنا رحمةٌ مُهداه الحفل الكريم هذا قليلٌ من كثيرٍ مما قدَّمَه للعالم صاحبُ هذه الذِّكرة العضرة وأنقذ به الأمم والشعوب وصحَّح به التواءات الحضارات وعجاجاتها وهو مما يُجب علينا نحن المؤمنين به تجديد مشاعر الحب والولاء لهذا النبي والدفاع عنه بأرواحنا ونفوسنا وأهلينا وأولادنا وبكل ما نملك من غالٍ ونفيس واعلموا أيها الإخوة أن محبَّته صلى الله عليه وسلم فرضُ عينٍ على كل مسلمٍ من أمَّته وقد نبَّهنا القرآن لذلك في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ اقترفتموها وتجارةٌ تقشون كسادها ومساكن ترضونها أحبَّ إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربَّصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدِي القوم الفاسقين فمن كان أبوه أو ابنه أو عائلته أو ماله أحبَّ إليه من الله ومن رسول الله فعليه أن ينتظر ما سيحلُّ به عاجلاً وآجلاً ثم هو من الفاسقين ويعضِّد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنُ أحدُّكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وليس المرادُ بالحُبِّ هنا أيها الإخوة الحُب العاطف الحسِّي الذي هو الميلُ النفسي وهواها والذي لا يدى للإنسان في جلبه أو صرفه ومنه حُبُّ النفس والولد والمال فهذا الحُبُّ خارجٌ عن اختيار المرء وعن استطاعته بل المطلوب في الحديث الشريف هو الحُبُّ العقليُّ الاختياري الذي يتكوَّن نتيجة النظر والعلم والمقايسة كمحبَّة الأبطال والعظماء وأصحاب الخُلُق الرفيع وغيرهم من المُتميِّزين بالسمو في مدارج الكمال الإنساني ويقول العلماء إن هذا الحُب العقلي هو المطلوب في الآية الكريمة وفي الحديث الشريف وهو أول درجات الإيمان أما كمال هذا الحُب فهو أن تصير عواطف المسلم تابعةً لعقله في حُبه عليه الصلاة والسلام الحفل الكريم إن العالم الإسلامي ومؤسساته الدينية وفي مُقدِّمتها الأزهر الشريف قد سارع إلى إدانة حادث القتل البغيض للمدرِّس الفرنسي في باريس وهو حادثٌ مؤسف ومؤلم لكن من المؤسف أشدَّ الأسف ومن المؤلم غاية الألم أيضاً أن نرى الإساءة للإسلام والمسلمين في عالمنا اليوم وقد أصبحت أداةً لحشد الأصوات والمضاربة بها في أسواق الانتخابات وهذه الرسوم المسيئة لنبينا العظيم والتي تتبنَّاها بعض الصحف والمجلات بل بعض السياسات هي عبثٌ وتهريجٌ وانفلاتٌ من كل قيود المسئولية والالتزام الخلق والعُرف الدولي والقانون العام وهو عداءٌ صريحٌ لهذا الدين الحنيف ولنبيه الذي بعث الله رحمةً للعالمين وإننا ومن موقع الأزهر الشريف إذ نرفض وبقوة مع كل دول العالم الإسلامي هذه البذاءات التي لا تسيء في الحقيقة إلى المسلمين ونبي المسلمين بقدر ما تسيء إلى هؤلاء الذين يجهلون عظمة هذا النبي الكريم محمدٍ صلى الله عليه وسلم نحن إن نفعل ذلك فإننا ندعو المجتمع الدولي لإقرار تشريعٍ عالميٍ يُجرِّم معادات المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم في الحقوق والواجبات والاحترام الكامل المتبادل كما أننا ندعو المواطنين المسلمين في الدول الغربية إلى الاندماج الإيجابي الواعي في هذه المجتمعات والذي يحفظ عليهم هوياتهم الدينية والثقافية ويحول دون انجرارهم وراء استفزازات اليمين المتطرف والعنصرية الكريهة واستقطابات جماعات الإسلام السياسي وعلى المسلمين المواطنين أن يتقيدوا بالتزام الطرق السلمية والقانونية والعقلانية في مقاومة خطاب الكراهية وفي الحصول على حقوقهم المشروعة اقتداءً بأخلاق نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم هذا وإني لأعجب العجب كله أن توقد نار الفتنة والكراهية والإساءة في أقطارٍ ضالما تغنَّت بأنها مهد الثقافة وحاضنة الحضارة والتنوير والعلم والحداثة وحقوق الإنسان ثم تضطرب المعايير في يديها اضطرابًا شديدًا حتى بثنا نراها وهي تمسك بإحدى يديها مشكات الحرية وحقوق الإنسان بينما تمسك باليد الأخرى دعوة الكراهية ومشاعل النيران أيها المسلمون لا تبتأسوا مما حدث ومما سيحدث أيضًا فقد تعرَّض نبيُّكم صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد رحيله لما هو أشدُّ من ذلك مما كان يقابله بالصفح والإحسان والدعاء للجاهلين به بالهداية وكان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون عملاً بما أمره الله به تعالى في قوله فاصفح الصفح الجميل فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وإني لأستبشر كل الاستبشار حينما أتذكر الآية الكريمة المعجزة التي تكفَّل الله فيها وحده بالدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ صدق الله العظيم وفي الختام ومن وحي هذه الذكرى العطرة يُشَرِّفني غاية الشرف أن أُعلن عن إطلاق الأزهر الشريف منصةً عالمية للتعريف بنبي الرحمة ورسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم يقوم على تشغيلها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف وبالعديد من لغات العالم وكذلك تخصيص مسابقةٍ علميةٍ عالمية عن أخلاق محمدٍ صلى الله عليه وسلم وإسهاماته الكبرى التاريخية في مسيرة الحب والخير والسلام شكراً لكم سيادة الرئيس وأدعو الله أن يوفِّقكم ويُهيِّئَ لكم الأسباب للعمل على خير مصر والنهوض بها وتحقيق آمال شعبها وشكراً لحضراتكم وكل عامٍ وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندعو السيد الرئيس لتكريم بعضٍ ممن أثروا العمل الدعوي والمكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم وشباب وزارة الأوقاف المتميزين وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى الدكتور أحمد ربيع أحمد يوسف عميد كلية الدعوة الأسبقة أحمد يوسف موسيقى الدكتور على الله شحاتة محمود إمام وخطيب ومدرس بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها الشيخ عمر علي عبد الفتاح عمر هنو إمام وخطيب ومدرس بمسجد الصحابة بشرم الشيخ الدكتور عيد علي خليفة حسن مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يتسلمها عنه دكتور هشام عبد العزيز علي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية السيد عبد الحكيم بهجات عبد الحكيم بدوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون البر والأوقاف سابقا الدكتورة مهى محمد فريد عقل عميد كلية طب الأزهر بنات الأسبق ورئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاء التابعة لوزارة الأوقاف الآن مع كلمة السيد رئيس الجمهورية بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف السادات العلماء والأئمة الأجلاء السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحتفل اليوم معا بذكرى مولد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أرسى بالحكمة والموعزة الحسنة دعائم وأسسا عظيمة وخالدة للإنسانية بأسرها وأتوجه بالتهنئة لشعب مصر الكريم ولكافة الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة هذه الذكرة العطرة وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على الشعب المصري وعلى الأمتين العربية والإسلامية وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات الحضور الكريم إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد سيد الخلق ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يستدعي كل معاني الرحمة في ديننا الحنيف ويذكرنا بأن شريعة الإسلام السمحة قد قامت على البناء للهدن وذلك تبياناً لقول الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بكل ما تحمله كلمة العالمين من معاني العموم والشمول والسعة فمقاصد الأديان قائمة على تحقيق مصالح البلاد ومنفعة العباد من خلال السماحة واليسر وليس التطرف والتشدد والعسر من هنا ستظل قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهدة في مواجهة أهل الشر الذين يحرفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم أو يعتبدون على تفسيرات خاطئة لها مما يتطلب الاستمرار في المهمة والمسؤولية الثقيلة التي يقوم بها علماء الدين لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها لنحمي المجتمع والدولة من مخططات التخريب وليدرك العالم أجمع سماحة الدين الإسلامي العظيم الذي يتأسس على الرحمة والتسامح والتعايش السلمي بين الناس بين الناس جميعا مما لا شك فيه أن بناء الوعي الرشيد يتطلب تضافر كافة المؤسسات الدينية والطربوية والثقافية والإعلامية للإسهام في بناء الشخصية القوية السوية والقادرة على مواجهة التحديات والتمييز بين الحق والباطل وبين الوعي السديد والوعي الزائف وبين الحقائق والشائعات وإنني إذ أقدر الدورة الذي تقوم به مؤسسات الدولة الدينية في نشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة ليؤكدوا أننا في حاجة إلى مضاعفة الجهد المبزول من جميع مؤسسات ومنظومة بناء الوعي للوصول إلى جميع شرائح المجتمع في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا ومنطقتنا والعالم من حولنا وأن الدولة لن تألو جهدا في دعم الآئمة وفي توفير المناخ المناسب لآدائهم للدور المرجو منهم في المرحلة الحالية من تاريخ مصر لدعم الخطاب الديني الوسطي المستنير الحضور الكريم لقد وهبنا الله سبحانه وتعالى نعمة العقل التي ميز بها الإنسان وشرفه على سائر مخلوقاته ودعانا من خلال تلك النعمة العظيمة إلى البحر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض وما يحتويه من دقة في الصنع وإبداع في الخلق وإحكام في النظام وفرض علينا أن نصون هذه النعمة المميزة والمنحة الفريدة ونهانا عن أن نسيئ إليها بخرافات وأوهام أو نتبع أفكارا هدامة بتعصب أعمى أو بنصياع يسل بالإرادة والقدر على التفكير والإبداع والعمل والإنتاج كما أن رسالة الإسلام التي تلقيناها من الرسول الكريم جاءت انتصارا للحرية حرية الإيمان والاختيار والاعتقاد وحرية الفكر إلا أن تلك الحريات لم تأتي مطلقة لم تأتي مطلقة حتى لا تحولها أهواء النفس البشرية إلى فوضى تبيح التخريب والتدمير كما أن تلك الحريات ينبغي أن تقف عند حدود حريات الآخرين تحترم الجميع ولا تخرج عن المنظومة المحكمة التي خلق الله الكون في إطارها فما قد يعتبر قيدا على الحريات إنما يسل بالمقابل الحقوق في مواجهة الآخرين وإن تبريل التطرف تحت سطار الدين هو أبعد ما يكون عن الدين بل أنه محرم ومجرم ولا يتعدى كونه أداة لتحقيق مصالح ديقة ومآرب شخصية ودعونا نتفق على أن هذا التطرف لا يمكن قصره على دين بعينه ففي جميع الديانات وبكل أسف يوجد المتطرفون الذين يسعون لإزكاء روح الفتن وإشعال نار الغضب والكراهية وهي الأفكار التي لا تثمر إلا عن تغزية خطاب التناحر والحد على التباعد والفرقة حتى أن سيرة النبي العطرة لم تسلم من ذلك التطرف وأكد للجميع أن مكان السيد الخلق النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب أوجدان المسلمين في كل أنحاء العالم لا يمكن أن يبسها قول أو فعل كما أؤكد الرفض القاطع لأي أعمال عنف أو إرهاب سيصدر من أي طرف تحت شعار الدفاع عن الدين أو الرموز الدينية المقدسة فجوهر الدين هو التسامح ولنستلهم معاً في هذا الإطار الدروس والعبر من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه عز وجل ليتمم مكارم الأخلاق فرسخ عليه الصلاة والسلام أسس تعايش وقبول الآخر والإيمان بالتنوع فلا إكراها في الدين وختاماً فلنجعل من ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم نبراساً يضيء لنا الطريق لنعمر ونحقق المفهوم الحقيقي للرحمة في مواجهة جماعات القتل والتخريب ولنجعل من وطننا صورة مشرفة مشرقة ولنجعل من وطننا صورة مشرقة لفهم وتطبيق صحيح الدين وتحقيق مقاصد الشرع الحنيف حتى نبعث برسالة من مصر مهد التاريخ والحضارة مهد التاريخ والحضارة الإنسانية تؤكد سماحة الأديان وتجعلها سبيلاً لسلام العالم وتراحم البشرية بأكملها أشكركم وكل عام وأنتم بخير ومصرنا الغالية في تقدم ورفعة وتقدم الحقيقة ده الخطاب المكتوب بسم الله الرحمن الرحيم شوفوا في كلام كتير وفي نقاش كتير وفي لغة كتير وإحنا كمسلمين من كمال إيماننا أننا نؤمن بكافة الديانات الأخرى لا يستطيع مسلم كائن من كان أن يقول أنه كامل الإيمان إلا إذا أقر واعترف من صميم قلبه بالرسل جميعاً كل الرسل يعني دي قضية أنا بقولها دلوقتي وأتصور أن كل الناس في مصر ويمكن آخرين يسمعوها أننا من الحقائق التي موجودة في ديننا أننا نؤمن بالكل ونحترم بالكل كل الرسل ونوقرهم كلهم طب ليه لأنهم المختارون من قبل الله فإذا اختار الله الرسل نحن ننحلي لهذا الاختيار ونحترمه ونحبه ونقبله ونؤمن به النقطة الثانية أن الإساءة للأنبياء والرسل هو استهانة بقيم دينية رفعة الاستهانة بقيم دينية رفعة يعتقد فيها الكثير من الناس من لا يعتقد فهذا شأنه من لا يؤمن فهذا شأنه ولكن جرح مشاعر الملايين حتى لو كان السورة المقدمة هي سورة التطرف يترى في المليار ونص ألا أكثر من المسلمين تفتكروا كام في المية منهم متطرفين واحد في المية واحد في المية من الف وخمسمية خمستاشر مليون تستطيع أن تتصوروا لو فيه خمستاشر مليون إرهابي في العالم بالأفكار ديت يعملوا فيه العدد مش كده خالص وبالتالي لا يمكن أبدا أن أتصور أن يحمل المسلمين بأوذار ومفاسد وشرور فئة قليلا حرفت أنا أقول الكلام دو وأرجو أن يصل لكل من يهتم بالوعي والفهم وكمان من يهتم بحقوق الناس نحن أيضا لنا حقوق لنا حقوق فأن لا يجرح أن لا تجرح شعورنا ولا تؤزى قيبنا إحنا من حقنا كده وأتصور كما قلت في الكلمة أن إذا كان من حق الناس أنها تعبر عما يقول في خواطرها فأتصور أن هذا الأمر يقف عندما يصل الأمر أن تجرح مشاعر أكثر من مليار ونص أكثر من مليار ونص الحقيقة الأمر يتطلب مننا جميعا نحن نتوقف ونتدبر الأمور التي نتكلم فيها هدية أنا لا أوجه أي كلمة إساءة أو يعني لوم لأحد ولكن أقول أن الأمر يتطلب مراجعة مع النفس لنا كلنا يعني لا أتكلم على مصر بس يعني أتكلم على مصر والدنيا كلها من فضلكم يعني كفى إزاء لنا كفى إزاء لنا على الجانب الآخر عايز أقول للناس كل المسلمين لو كان لي أن هم أقولهم كلمة يسمعوها إذا كنت بتحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحيح فتأدب بأدبه وتخلق بخلقه عايز بتحب النبي صحيح طيب أنا قلت الكلام قبل كده في محفل احتفالي زي ده يا ترى أنت متقن لعملك يا ترى أنت صادق في كلمتك يا ترى أنت بتحترم الناس وتحافظ على حقهم لو أنت عايش في مجتمع بغض النظر على أن المجتمع أنت في حجمك كعدد يعني قد إيه يا ترى الكلام ده عملنا في مصر لما احترمنا أخواننا وأشقائنا اللي موجودين معانا في وطننا وبنسعى إلى مزيد من الاحترام لهم إحنا لما عملنا هذا كان الهدف منه شيء واحد بس أننا نؤكد لهم أننا مساحة الاحترام والتقدير والمحبة للآخرين لكل الآخرين حتى الناس اللي هي لو قلنا أن في معتقدات أخرى احترمنا وليس قبلناها ونحن احترمناها قبلناها واحترمناها لأن هذه سنة من سنة ربنا سبحانه وتعالى في الوجود لن تجتمع الناس على دين واحد لن فلن أريد أن أقول للناس الذين في مصر والذين برا مصر إن عشت في المجتمع فأحترم قيمه ومبادئه وكما قلت مرة قبل ويمكن كثير يلوم علي يقول إذا كان الآخرين لا يحترمون قيمك ومبادئك يعني أتصور أن دايما المرؤة والخلق الحسن في النهاية له السيادة له السيادة إذا كنت تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الحقيقة أنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أنني أعتقد ولا أظنني خاطئاً عندما أرى أن الاستعلاء بممارسة قيم الحرية إلا ضرب من ضروب التطرف عندما تمست هذه الممارسة حقوق الآخرين شكراً لزير السلام الوطني شكراً لزير شكراً لزير شكراً لزير شكراً لزير شكراً لزيز شكرا